تحيا مصر فعالية الحقيقة جميلة جدا تحيا مصر استجابة وتضامن كبير جدا مع أهلنا في قطاع غزة اليوم كان استاد القاهرة في قلب القاهرة الحقيقة مفعم بكل الحب بكل الدعم بكل المسندة لأهلنا في فلسطين مفعم بالحرارة مفعم بكل المسندة اللي قدمها شعب المصري والمنظمات والهيئات والقيادة كمان طبعا السياسية قيادتنا السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي شرف بالحضور هذه الفعالية الحقيقة الناس كلها كانت موجودة في الاستاذ بحب أنا عجبني جدا كمان عدد من الأفلام التسجيلية اللي كانت حبا للرئيس الناس كانت بتعبر عن حبها وبتحبر كمان أكتر عن إحساسها بما قدمه الرئيس لمصر وما قدمه أيضا للقضية الفلسطينية الثبات الجرأة الكلمة الواحدة الدعم السند التأني التروي ولكن في نفس الوقت الحفاظ على أمن مصر وأمنها القومي طول الوقت مصر هتفضل دايما مهتمية بالقضية الفلسطينية كما كانت على مدى كل الأزمنة المختلفة اللي مرت على مصر والحقيقة مصر لن تقبل أبدا تصفية القضية الفلسطينية وده كان من الكلمات اللي السيد الرئيس الحقيقة قالها في كلمته بشكل محدد وواضح ومصر لن تقبل أبدا تهجير الفلسطينيين وكمان أشار السيد الرئيس وأكد بأن تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة لمصر وكرر السيد الرئيس هذه الجملة أكثر من مرة حتى تصل إلى الجميع ولن نقبل أبدا أي أضرار تخص الأمن القومي لدولتنا دولة مصر وطبعا كمان من ضمن الحاجات اللي أكد عليها السيدة الرئيس ولأنه زي ما احنا عارفين يعني احنا طول الوقت على مدى يمكن الشهر وأكتر اللي فات بنتكلم عن معبر رفح ونتكلم على المساعدات والمساندات اللي بتقدمها مصر للمعبر سيد الرئيس اليوم أكد بأن مصر حافظت طول الوقت على فتح المعابر وأكد على كلمة فتح المعابر لأن احنا عارفين بأن الإعلام المعادي وإعلام الإسرائيلي والإعلام الغربي كان يقول بأن مصر لا تدخل المصر أو لا تفتح المعبر ولكن الحقيقة هذه الكلمة ليست صحيحة بالمرة المعبر مفتوح طول الوقت وكل الشواهد أكدت ذلك من خلال المساعدات التي دخلت إلى أهلينا في غزة المساعدات المصرية والتي يعني يعتبر هي 80% من المساعدات التي جاءت من العالم معظمها كان من مصر كمان أكد السيد الرئيس بأننا خصصنا مطار العريش لاستقبال المساعدات من الخارج ويمكن كان عندنا رحلة مع الوفد الإعلامي شفنا بعنا في مطار العريش المساعدات التي توصل وشفنا كمان من العريش نفسها حتى رفح يمكن ذكرنا هذا لحضراتكم أكثر من مرة تقدر تعتبر أن الطريق كله من العريش لحد المعبر عبارة عن مساعدات مصرية أنت طول الوقت بتقرأ وبتشوف كلمات الخاصة بالمنظمات الأهلية والمجتمع المدني وكل المنظمات التي شاركت الحقيقة في هذه المساعدات أكد كمان سيد الرئيس بأن مصر ستظل الأساس لدعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق وأن مصر دايما هتفضل ضد تهجير الفلسطينيين هذه الكلمة الرئيسية التي أكدها سيدة الرئيس واللي أكدتها مصر منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر كمان أكد رئيس في كلمته وأقر بأنه كان قرارا حاسما بأن تكون كمان المساعدات الخاصة والمساندة لفلسطين كما تعهدنا طول الوقت بأن تظل وحدة المصريين دائما الضمان تساند وتساعد وأيضا تقدم كل الجهود الخاصة لمصر